وقدت ما يسمى بالسكان الداخلي لطلاب العلم وكان عبارة عن أوقاف وعبارة عن أماكن معدة لأن تكون مأوى لطلاب العلم لأنه يذكر على أن من ضمن طلابه من أهل نزوة ومن ضمنهم من أهل الرستاق وأبعد من ذلك وعلى ذلك وهو كان فيه إزكي وعلى ذلك استبعد أن هؤلاء درسوا معه فترات قصيرة ثم رقعوا لذلك استقروا معه فترة فكانوا يقيمون في سكان أعد لذلك هذا ما يتضح من خلال تتبع أماكنهم ومناطق التي كانوا يعيشون فيها وأنهم أتوا إلى الإمام موسى بن أبي جابر لأخذ العلم عنهم من هؤلاء الطلاب الذين درسوا على يديه على يد الإمام موسى بن أبي جابر هم علي بن عزرة وهو صهره وزوج ابنته ولازمه أكثر ولذلك أصبح المرقع بعد موسى بن أبي جابر في عمان هو هذا علي بن عزرة في أهل الإمام الوارث ابن كعب ورقع إليه الإمام الوارث في بعض القضايا عندما استشاره في قضية عيسى بن جعفر وأخذ برأيه في تلك القضية لكنه لا يذكر لعلي بن عزرة أثر في أهل الإمام غسان مما يرقح أنه توفي قبل ذلك وأن الذين بايعوا الإمام غسان لم يكن منهم الشيخ علي بن عزرة ثم أيضا من ضمن طلاب الإمام موسى بن أبي جابر هو الشيخ هاشم بن غيلان وهاشم بن غيلان حقيقة من أهل السيقة وهو من كبار أهل العلم وهو مرقع من مراقع العمانيين ودرس على يد الشيخ موسى بن أبي جابر في هذه المدرسة في إسكي وبعد ذلك أنشأ بنفسه مدرسة كما سيأتي الحديث عنها بإذن الله وهو ولده محمد بن هاشم كانوا من كبار العلماء وأيضا من من درس على هذه المدرسة مدرسة موسى بن أبي جابر هو ابنه علي بن موسى وأيضا معروف بالعلم وله أيضا آثار فقهية لكنه لا يذكر كثيرا من الناحية للآثر السياسي ربما توفي وهو صغير ولا يذكر عنه شيء أيضا من العلماء الكبار الذين درسوا على يد الإمام موسى بن أبي جابر هو الشيخ سليمان بن عثمان وهو من أهل نزوة والشيخ سليمان بن عثمان مع الشيخ مصعد بن تميم هم الذين سعايا إلى بيعة الإمام غسان بن عبد الله وكان مرقع المسلمين في عهد الإمام غسان هو سليمان بن عثمان وكان الإمام غسان يستشيره في النوازل وفي الحوادث وفي القضايا وكان هو الذي يحكم بين الناس في قضاياهم التي اقتلقوا فيها أو التي أو يصلح بينهم أحيانا إن أرادوا الصلح أيضا من العلماء الذين درسوا في مرسة الإمام موسى بن أبي جابر هو الشيخ مسعدة بن تميم وهذا أيضا من كبار العلماء وأيضا ظهر أنه من أهل نزوة وكان له أثر في بيعة الإمام غسان وهو الذي شقع سليمان بن عثمان بعدما كان سليمان بن عثمان يريد أن ينتظر حتى يأتي أهل الظاهرة لكنه رأى أن يبايا حتى لا تحدث الفتنة ففعلا بايع الإمام غسان بن تميم أيضا من الطلاب الذين درسوا على الإمام موسى بن أبي جابر الإمام الوارث بن كعب الخروصي الذي بويع بالإمامة من سنة 179 للهجرة وكان إماما عادلا وبايعه للشيخ موسى بن أبي جابر ووقف معه ونصره وتوحدت عمان في عصره وستطاعت أن تطرج الغزاء والمتآمرين عليها وأيضا وقفت في وقه الغزو العباسي وكان موسى بن أبي جابر مناصرا له حتى توفي في عصره ثم أيضا من من درس على هذه المدرسة الإمام غسان بن عبد الله وهو الإمام الذي بويع بالإمامة بعد الإمام الوارث مباشرة وقلنا بايعهم سليمان بن عثمان وبايعهم كذلك مسعدة بن تميم واستمر فترة من الزمن واستطاع أن يبني أسطولا بحريا وأن يطرد القراصنة من السواحل العمانية ومن البحار التي تشرف عليها عمان أيضا من من درس على يد الإمام موسى بن أبي جابر في هذه المدرسة الشيخ الوضاح بن عقبة وكان الوضاح بن عقبة هذا من أحد الولاء الذين تولوا للأئمة الذين بويعوا بعد ذلك وهو من كبار العلماء وهو من ذرية علماء أيضا فأبوه كان عالما وابنه كان كذلك عالما ومعروف في هذه الأسرة أنها من أهل العلم ومن أهل الشقاعة والصلابة فرأي لذلك عجنا البعض منهم عجنا في مناصب في الدولة في ذلك العصر